معنا من الرياض الكاتب والبحث السياسي خالد الزعتر ونسمع منك سيد خالد تعليق على هذا البيان الهام الذي اصدرته المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت مساء الخير عندما ننظر إلى البيان الذي اصدرته المملكة العربية السعودية والذي يؤكدت فيها المملكة على حقها السيادي في قرار مقاطعة قطر أنا في تقديري أن هذا البيان أو صدور هذا البيان هو يمكن أن ننظر له بأنه يؤكد استمرارية المقاطعة وبأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد في انفراجة أو حل في الأفق يلوح بالنسبة للأزمة القطرية في ظل استمرارية النظام القطري في التعاطي مع الأزمة القطرية بنفس الأسليب وبنفس النهج الذي تعامل معه منذ البداية لذلك هذا البيان الشامل الذي اصدرته المملكة العربية السعودية بشأن المقاطعة قطر هو جاء ليؤكد على تصحيح الصورة التي حاول النظام القطري عندما ننظر مثلا إلى تعاطي النظام القطري مع الأزمة التي يعيشها نجد أنه تعظمل معها بتزييف الحقائق وبتشويه العمل على تشويه صورة الدول المقاطعة وباللعب على وتر الحالات الإنسانية لكن هذا البيان جاء ليؤكد أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع أزمة قطر بما تقتضيه بما يعطي اعتبار وأهمية للحالات الإنسانية وأيضا للأسر المشتركة السعودية القطرية وأيضا حتى لتسهيل الدخول القطري للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات النظامية عندما ننظر مثلا إلى مسألة الحج والعمر نجد أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع الشعب القطري بالعمل على إيجاد تسهيلات لتمكين الشعب القطري من أداء مناسك الحج والعمر بظل تعنث من قبل النظام القطري الذي سعى إلى حجوب الروابط لذلك نجد أن النظام القطري هو يحاول أن يتعامل مع الأزمة التي يعيشها بالقفز على الحقائق وبمحاولة تصوير أن هذه الأزمة أو قرار مقاطعة قطر الذي هو حق سيادي ومشروع للدول المقاطعة بأنه لا علاقة له بالسياسات النظام القطري وإنما يحاول أن يسعى توسعة الإطار بأن يكون المتضرر هو الشعب القطري وبالتالي نجد أن تعامل مع مسألة الروابط التي سعتها المملكة العربية السعودية إلى استحداثها بشأن تمكين الأشقاء القطري لأداء مناسك الحج والعمر بالعمل على حجب هذه الروابط وبالتالي هو يحاول قدر الإمكان أن يجعل أزمة الدول المقاطعة ليست مع النظام القطري ومع سياسات النظام القطري وإنما مع الشعب القطري وبالتالي هو يحاول أن يكون هناك دعم وتأييد من قبل الشعب القطري لسياساته لأنه لو نظرنا إلى الأزمة التي تعيشها قطر نجد أن صوت الشعب القطري هو الصوت الغائب في هذه الأزمة القطرية من يتصدر الإعلام القطري ومن يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي هم قلا من المرتزقة القطري الذي سعت الدوحة إلى تجنيدهم أيبان ما سميت بمرحلة الربيع العربي وبجانب قناة الجزيرة وبالتالي يحاول النظام القطري أن يكون هناك دعم شعبي له وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت لاعب مهم وفاعل في التأثير على الساحة السياسية الإقليمية سواء أو حتى الدولية وبالتالي نجد أن هذه المحاولات لتوسعة الإطار وبأن يكون المتضرر هو الشعب القطري هو محاولة من قبل النظام القطري لأن يكون هناك دعم وتأييد له إلى متى سيد خالد سوف يستمر نظام الضوحة في سياسة الهروب إلى الأمام والاختباء وراء أصبع دعنا ننقل المواجهة إلى بعض أكبر المشكلة والأزمة ليست فقط مع الدول العربية والخليجية ولكن حتى أوسع والفضائح التي تظهر يوما بعد يوم كان على الصعيد الأوروبي والعالمي بدعم قطر للمنظمات الإرهابية والعناصر الإرهابية في أوروبا وغيرها وكل هذه العوامل الآمد قد تنعكش سلبا على الدوحة وإلى مدى سوف تستمر الدوحة في لهجها هذا هو بلا شك عندما ننظر مثلا إلى نظام قطر نجد أن النظام قطر لم تعد أزمته فقط مع الدول المقاطعة الربعية وإنما أيضا حتى مع المجتمع الدولي وأيضا حتى مع الشعب القطري عندما ننظر مثلا إلى الشعب القطري نجد أن النظام القطري الذي يسعى اليوم للعبث بثروات الشعب القطري في شراء الصحف وشراء الصحفيين والدفع لوكلات منظمات حقوق الإنسان في محاولة تسييسها وتزييف الحقائق والتغطية على الوضع الإنساني الداخلي في قطر نجد أن هذا العبث بثروات الشعب القطري هو يسوف يؤدي إلى المزيد من الاحتقان الشعبي اتجاه سياسة النظام القطري وبالتالي نجد أن أزمة قطر لم تعد أزمة محصورة فقط مع الدول المقاطعة الربعية وإنما أصبحت أزمة متعددة الجوانب منها أيضا الجانب وهو في غاية الأهمية والجانب الدولي الذي يكشف فشل سياسات النظام القطري الذي حاول الدفع لشركات العلاقات العامة من أجل تبييض صفحة وأيضا تغطيها على فضائح التي تتكشف بشأن دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية وبالتالي أصبحت هناك الكثير من الأصوات داخل مراكز القرار الغربي تتحدث عن سياسات الدوحة في دعمها للتنظيمات الإرهابية وبأنه يجب مواجهة قطر فيما تقوم به من دعم للتنظيمات الإرهابية ومن دعم للفوضى لكن أنا في تقديري أن المعضلة الرئيسية التي يعيشها النظام القطري أن النظام الحاكم فيها الدوحة يكاد يكون نظام شكلي هو مغيب فعليا عن الحكم من يحكم الدوحة هي الجماعات والتنظيمات التي تغلغلت في مفاصل الدولة القطرية وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين لأن جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت مرفوضة من الشارع العربي ومن الشارع الإسلامي ولم يعد لها قبول سياسيا وشعبيا هي ترى أن الدوحة هي الملاذة الآمن والأخير لها بظل وجود تراجع لهذا لحزب العدالة والتنمية الذي خسر الانتخابات إسطنبول والتي أصبحت وجود حزب العدالة والتنمية في الحياة السياسية منحسن بشكل كبير ربما هذا الانحصار سوف يكون له تأثير أيضا على انتخابات الرئاسية التركية لذلك تجد جماعة الإخوان المسلمين أن الدوحة هي الملاذة الآمن والأخير لها وبالتالي هي تحاول أن تعول على إبقاء قطر في هذه الأزمة وأن لا يكون هناك حل لهذه الأزمة لأنه إذا كان هناك حل للأزمة القطرية فأول بداية الحل أن لا يكون هناك وجود لجماعة الإخوان المسلمين في قطر التي تصنف جماعة إرهابية وبالتالي يعني قطع الدعم الإعلامي والدعم المالي والملاذ الآمن لهذه الجماعة وبالتالي نجد أن هذه الجماعة التي تغلغلت من مواصل الدولة القطرية منذ العام 1995 والتي وجد فيها حمد بن خليفة ذراع رئيسي له لتحقيق الزعام الوهمية التي يسعى إلى تحقيقها عبر دعم هذه الجماعة وتمكينها من الوصول إلى الحكم في الدول العربية وبالتالي نجد أن قطر أصبحت اليوم دولة مختطفة من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي تحاول قدر الإمكان أن تبقي قدر قطر في هذه الزاوية الضيقة شكرا جزيلا على هذه المدخلة من الرياض الكتب البحث السياسي خالد الزعتر ترجمة نانسي قنقر